الرجال منضيع إذا هنين بيشتغلوا بره وجوه هنين بيشتغلوا بالبيت ونحن واجبنا نجيب طلبات البيت كله وما منقصر بشي كمان إذا اتجوزت ست بيت ممتازة متل جانا ليش بقى بدي اهتم بشغلها وتعليمها وهيك قصص أنا بدي زوجة يكون سعيد معه زوجة بتفهمني أنا وعيلتي زوجة بتدعمني بنجاحي وبفشلي وأنا حاسس إنه جانا رح تعمل هالشي إذا بتقدر تعمل كل هالشي لعيلتها على حساب تعليمها ومستقبلها معناها فيها تعمل أي شي لبيت حماها لهيك أنا قرر أتكمل زواجي من جانا والباقي بيعتمد عليكم أنتو ماما أهلين ابني سامحني بعتقد إنه كان تقديري بحقكم غلط ليك هاد بيتا تارون أنا صلحت هي السيارة هي سيارتا تعال خلينا نروح مبينة غنية لك لأ مو هيك مبين في ضيوف جوا أهلا من نمطك هنين كمان حالتهم على قدة خلينا نروح مشوف يلا شو رأيك هالمرة رح يمشي الحال يا ريت يمشي الحال وقت سوشنا رح تتطمن على بنتها الكلب بيقلقوا على زواج بناتهم إن شاء الله تعجب هالشاب ويوافق ويرطبته سوا اش seres اشتركوا في القناة سوشنا نحن حبينا بنتك بالنسبة لنا نحن موافقين على كل شيء بقدم لكم كنتي مانوشا هي هلأ اجت من شغلها ها ها اي طبعا انا بعرفها كيفك بنتي؟ انا منيحة مانوهار انا عمقول اذا كنت انت وبنتك موافقين على ابني فينا نحكي عن باقي الامور ايه ايه طبعا اكيد موافقين اذا ما في عندك مانع بدي احكي مع جانا لوحتنا على انفراد لو سمحت اكيد ليش لا انا فينود خدهم على غرفي لجوة حاضر ماما تعال ساتيش تفضل معي لجوة تفضل يا سلام من هون عفوان لا تواخذني تفضل حود تفضل حود اخي جانو حدي اهلا وسهلا رح روح اترككم براحتكم برجع بعدين شكرا كثير تفضل ويا جميل يا رب اهلا عن اذن كون شوي شوفي اخبار حلوة ايه الاخبار حلوة الحمدلله تعي خابرينا الناس اللي يجوها جاين يطلبوا جانا بتعرفوا مين الشاب؟ ساتيش؟ ابن بن تحماكي اجوا لعنه يطلبوه مالي مصدقة انهم اجوا الشاب من عائلة غني اجي لا يطلبها جانا كتير محظوظة بتعرفوا؟ بدهم يا انا من هلق نحدد موعد الزواج الحمدلله 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 ان شاء الله على خير سوشنا شو صار تحدد العرس؟ ايامتي ببركاتك انت رح يصير عندي صهر ما في منه شاب متعلم وحلو ومن عائلة منيحة كمال عندو شغل منيح ايه؟ بنتي جانا كتير محظوظة وهلق رح تطلع معه بالسيارة بعد شوي لو بتعرفوا قديشني مبسوطة بهالشي هو شاب كتير متعلم وحلو وبياخد العقل واللهي انا كتير كتير فرحانة لبنتي جانا يلا يلا بخاطركن بشوفكن بعدين ايه؟ شو؟ ما عندك شي تقولي؟ اي شي؟ ما في عندك اي اعتراض على العلاقة اقولي؟ بتمنى اعرف رأيك؟ عارشنا يحكي شبك اقولي انا ما في عندي رأي يعني ماما حبتك وبابا كمان حبك وانتي انتي ما ما حبيتيني؟ انا ما ماشي ماشي استرخي ما بدي ياكي تتلبكي انا بصراحة انا عرفت شو اصدك يعني ما في عندك مانع ما؟ وانك موافقة يلا رح اطلع وخبر الكل انهم موافقين على الارتباط شو رأيك؟ دقيقة شوي فيني اسألك سؤال؟ انتي ما عندك مانع انك تتجوز بنت ما درست غير للصف الثامن؟ سؤال حلو بس قبل ما جاوبيك انا بدي اسألك سؤال افترضي نحنا متجوزين وفي بيننا اخناء كبيرة لشي سبب شو ما كان وانا عصبت منك وكان غصبا عني شو رح تعملي؟ ما رح يكون في مجال بيناتنا للاخناء اكيد ما رح خلي الموضوع يوصل لها الحد وفي حال كبر الموضوع اكتر رح ضل ساكتة ماما بتقول انه اذا الطرفين ردوا على بعض تكبر المشكلة بس اذا كانت من طرف واحد تنتهي لحالة وبسرعة واذا حدا من الطرفين تنازل لحتى ما تكبر المشكلة هالشي ما بيقلل من قيمته ابدا صح لهيك انا معجب فيك هذا الفرق بين المعرفة والزكاة بعرف انك مو كتير متعلمة بس تعرفي منيح كيف تحافظي على العلاقات والعيلة وتنهي كل المشاكل جانا الواحد ما بيتعلم هيك دروس وهيك قيم بالمدرسة او بالجامعة هادول بتاغديون ان البيت من قيم امك من قيم امك اللي تعلمتيهم منا برأيي هذا اهم من كل شهادات الجامعات نطلع؟ استني هلا منروح لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الاشعارات لتكون اول من يشاهدها